الضيوف الكرام المندوبون الموقرون السادات والسادة يسعدني أن نرحب بكم رسميا في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين السلام عليكم علي أن أشكر سابقة باتريشيا إسبينوزا على العمل القيم الذي قامت به خلال السنوات الستة المنصرمة وأشكر رئيس مؤتمر الأطراف المنتهية ولايته السيد ألوك شارما وفريقه القدير على قيادتهم خلال السنوات الثلاثة الماضية وأود أن أهنئ رسميا الرئاسة المصرية واستعادة الوزير شكري على انتخابه شكرا على جهودكم الدؤوبة لإنجاح مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الأصدقاء الكرام اليوم يبدأ عهد جديد ونبدأ بتنفيذ الأمور بشكل مختلف أعطانا اتفاق باريس الاتفاق وكاتافيتسي وغلاسجو أعطانا الخطة وشرم الشيخ سنقلنا إلى مرحلة التنفيذ لا يمكن لأحد أن يكون عابر سبيل فحسب في هذه الرحلة فهذه هي الإشارة التي تفيد بأن الوقت قد حان كرئاسة تنفيذية لاتفاق الأمم المتحدة لتغير المناخ يسعدني أن أقف في قاعة مليئة بالأشخاص الملتزمين بمعالجة أكبر تحديات الإنسانية فكل منكم يأتي بمنظوره الفريد أنا من جرينيدا دولة من ثلاثة جزر كاريكو وبيتي مارتينيك أعيش في كاريكو وهي جزيرة مساحتها 13 ميل مربع وسكانها 7000 نسمة فحسب وتاريخنا كنا نخوض عرض البحر وكنا صيادين وكذلك بنات سفن ومزارعين ونعمل معا عن كثب في هذه المهن وجذوري تأتي من حياة كانت مليئة بالجمال والتنوع وعندما كنت مراهقا اهتممت بالقضايا العالمية انتشار الأسلحة النووية وحركة مناهضات الأبرتايد وانطممت إلى المظاهرات والاحتجاجات وكثيرا ما قيل لي لا يمكن لشخص واحد أن يحدث فارقا لكن نيلسون مندلا قال كل شيء يبدو مستحيلا إلى أن يتم تنفيذه وطالما تردد صدى هذه الأفكار لدي فدائما ما يبدو الأمر مستحيلا إلى أن يتم تنفيذه لذا أقول إن اليوم عهد جديد يبدأ ونبدأ في تنفيذ الأمور بشكل مختلف سنسائل كل شخص حتى لو كانوا رؤساء أو رؤساء وزراء أو مديرين تنفيذيين أو حتى مسؤولي المساءلة لأن مسؤولياتنا وشركاتنا وأعمالنا سواء كانت فردية أو عامة ينبغي أن تتماشى مع اتفاق باريس ومع اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ التنفيذ مسؤولية الجميع في كل مكان في العالم وكل يوم ينبغي للجميع أن يفعلوا كل ما في وسعهم لمعالجة أزمة المناخ هناك من يمضون قدما بشكل أسرع وبخطو أبعد من الجميع وهذه هي الأمثلة التي ينبغي أن تحتذا وهناك من يحتاجون إلى دفعة من الآخرين لتخذ مزيدا من الإجراءات بدلا من العمل على ما كان عليه الوضع وهناك من يحتاجون إلى الدعم ليفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه لبلدانهم ومجتمعاتهم ولسيما الدول الأكثر ضعفا وهناك من يصرون على عدم التصرف مثل الآخرين وينبغي أن لا يسمح لهم بإبطاء التقدم الجماعي وينبغي أن لا يعاق التقدم كل منا ينبغي ويمكنه أن يفعل كل شيء ولدينا الفرصة خلال الأسبوعين القادمين مؤتمر الأطراف هو عملية فريدة علينا أن نهيئ مساحة سياسية آمنة منفصلة عن تأثيرات ما يحدث حولنا وأن نقوم بواجباتنا ونحدث التغير في العالم الوضع الجيوسياسي والجائحة وأزمات الغذاء والطاقة كلها قد أثرت على البلدان والاقتصادات وعلى الأفراد تأثيرا كبيرا لكن دعوني أستغل هذه الفرصة لتذكيرنا جميعا بحقيقة واضحة لعقود المجتمعات حول العالم ولسيما الأكثر ضعفا تتعامل مع الكثير من الأزمات المتلاحقة وتعملون مع تأثيرات غير المناخ المتلاحقة وقد حرم ذلك أجيالا من حياتهم ومعايشهم إذا هنا في شرم الشيخ على عاتقنا واجب تسريع الجهود الدولية وتحويل الكلمات إلى أفعال وأن ننفذ التزاماتنا هذه عملية مهمة وخلال فترة سوف أحشد العمل في الأمانة من أجل تعزيز أعمالنا وهذا ما أتعهد به لكم أود منكم أن تركزوا على ثلاثة مسارات مهمة هذا ما أريد منكم أن تعملوا عليه أولا علينا أن نظهر هذه النقلة التحويلية إلى التنفيذ تحويل المفاوضات إلى أفعال ملموسة كل جانب من جوانب النشاط البشري ينبغي أن يمتثل اتفاق باريس ينبغي أن نحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فلنتشجع بالخطوات الكبيرة التي حدثت في بعض القطاعات وأن ننظر إلى البناء المالية العالمية وكيف يمكن أن تناسب التفزامات باريس وثانيا علينا أن نرسخ عملنا في مسارات العمل المهمة التي تتمثل في تخفيف التأثير والتكيف والتمويل والضرر كذلك وكذلك علينا أن نمكن من تعزيز التمويل لمعالجة التأثيرات ما يدور في قاعات المفاوضات ينبغي أن ينعكس فيما نقوم به خارجها هناك بعض الجوانب المشتركة التي يمكننا أن نستند إليها وأن نمد الجسور خلالها ينبغي أن نمد هذه الجسور في هذه الدورة من مؤتمر الأطراف قد يجد البعض نفسهم في وسط الطريق وأخرون سوف يجدون أنفسهم في مرحلة أخرى وينبغي أن نعمل جميعا بكل هذه الأطراف والشيء الثالث هو أنه ينبغي أن نعزز تنفيذ مبادئ الشفافية والمسائلة في كل أعمالنا النزاهة البيئية والموثوقية البيئية للالتزامات تكتسي أهمية كبرى وأرحب بالخطط المفصلة حول تنفيذ ما نظرنا أنفسنا له في التمويل والتكيف وتخفيف الضرر ووجدت نفسي في دورة مسؤول المسائلة الأسبوع الماضي عندما انطلقت تقرير التقييم للأهدف التنمية المستدامة وودا أن أقول أن 24 بلدا تقدمت بخططها منذ مؤتمر الأطراف السادسة العشرين 24 فقط قامت بذلك وليس 194 لذا فإن لدينا نحو 170 بلدا ينبغي أن يتم النظر في شأنها ويجب أن تعزز التزاماتها الوطنية هذا العام وأغتنم هذه الفرصة لأتحدث عن ميثاق غلاسجو للمناخ اتفقنا على هذا الاتفاق العام الماضي فقط وليس من عادة أن أنكث عهودي أدعو الجميع للعمل بنفس الطريقة وأن يلتزموا بما تعهدوا به وأن يبدأوا عملهم هنا في مصر فلن يحدث التراجع تحت ولايتي وبينما تنتقل العالم إلى تنفيذ ينبغي أن توضع المرأة والفتيات في صاميم عمل المناخ واتخاذ القرار للصلة فتمكين المرأة والفتاة يؤدي إلى حكمة أفضل ونتائج أفضل وهذا ما نحتاج إليه هذه العملية الرسمية تقودها الأطراف ولكنهم يستمدون الإلهام من خلال منظمات المجتمع المدني الذين لا ينصرون العمل فحسب ولكنهم يضيفون قوة إليه وأنوي أن أستمع إلى كل منظمات المجتمع المدني وأن أحرص على إسمع أصواتهم بشكل واضح إن عملنا في مؤتمر الأطراف أدى إلى تحول كبير في ضمير الإنسانية وفي مسار التنمية البشرية انتقلت عقولنا من الأبحاث ثم إلى الفهم ثم إلى الاتفاق على خطة وسأقتبس من الكاتب العظيم نجيب محفوظ يمكنك أن تقيس مدى ذكاء الشخص بناء على إجاباته وتختبر مدى حكمته بأسئلته التي يطرحها هكذا قال نجيب محفوظ وقد أظهرنا أفضل ما في الحكمة البشرية بطرح الأسئلة المناسبة والآن علينا أن نعرف ما ينبغي فعله من الجميع وفي كل مكان وفي كل يوم فيجب على الجميع أن يفعل كل ما في وسعه الزملاء العزاء لقد حان الوقت للعمل شكرا